تحت عنوان الفيصل أبو فيصل تناول صحيفة الراي في عددها الصادر ليوم غد كلمة سمو ولي العهد نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد التي وجه سموه اليوم إلى أبنائه المواطنين مؤكدا سموه على سيادة القانون وأن لا أحد فوق القانون وأفردت الراي على صدر صفحتها الأولى عنوين من مضامين الكلمة السامية التي ألقاها سمو نائب الأمير وللقراءة في مضامين كلمة سمو نائب الأمير ولي العهد ينضم إلينا هنا في الاستوديو رئيس تحرير جريدة الراي الأستاذ وليد جاسم الجاسم أهلا بك يا أهلا مسات الله بالخير كيف قرأت خطاب سموه وما دلالات التوقيت الذي جاء فيه الخطاب لجهة التطورات التي تشهدها الساحة المحلية أول شيء كلمة الفيصل لها رمزية كبيرة هي بالنهاية الفيصل سيف والسيف يفصل الحق عن الباطل فكانت كلمة سمو ولي العهد أو سمو نائب الأمير سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الله يحافظه ويطول عمره واضحة وجازمة اليوم لفت نظري في الخطاب أمرين العمق الشديد في المعاني والمبتغيات وأن هذا الخطاب لم يعتمد الرمزية منهجا أبدا اعتمد الدخول المباشر إلى القضايا والمؤرقات وملامسة الجروح بشكل مباشر والحديث الصريح عنها بكل وضوح بدون الرمزيات اللي اعتدنا نسمعها من رجال الحكم والسياسة في كثير من الدول أيضا الخطاب تلمس المخاوف الراسخة في أذهان الناس ويمكن اليوم أكثر شيء يؤرقنا في ظل جائحة كورونا وتراجع المداخل المالية وجود أزمة اقتصادية الحديث المستشري عن الفساد والمخاوف على الديمقراطية وسموه تكلم في الأمرين اليوم بوضوح وطمئن فيما يخص الفساد وطمئن فيما يخص الديمقراطية أنا عندي بعض الملاحظات اللي تلمستها في الخطاب اليوم أولا من الواضح أن سمو نائب الأمير الشيخ نواف هو امتداد لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الله يعجل شفا ويرد سالم غانم إلى بلده وناسه وشعبه اللهم آمين وهو امتداد لسلسلة حكام الكويت هؤلاء الحكام وهذه النقطة الثانية دائما الأمن خط أحمر لاحظي الكثير من الإمارات الكثير من الممالك الكثير من أسر الحكم في هذه المنطقة زالوا أصبعوا جزء من التاريخ لكن الكويت قدرت تبقى وتظل وتواجه مختلف أنواع التحديات في مختلف أنواع الحقب ليش؟ لأن الأمن سياسة الحكيمة الأمن هاجس عند حكامها هذا الهاجس تكشف اليوم بوضوح عند الشيخ نواف الأحمد بالتالي من هذه النقطة أصل إلى أن المراهنين أو من يراهنون على وجود فراغ في السلطة حاليا وينتهز هذه الفرصة لإحداث الفوضى هم بالتأكيد واهمون ومخطئون وبعد هذا الخطاب أعتقد عليهم إعادة حساباتهم فورا النقطة الرابعة دعاة الفوضى سواء كانوا داخل الكويت أو خارجها سواء كانوا من السياسيين أو غيرهم سواء كانوا من الشيوخ أو المواطنين سواء كانوا من أهل الكويت أو من خارج الكويت الكويت مستهدفة من عدة جهات دعاة الفوضى هؤلاء لا يراهنون على طولة بال سمو نائب الأمير اتجاه من يثيرون الفتن لأنه واضح في حجم الموضوع إيه وسريع جدا يعني ما أعطى الفوضى اللي حلت في الأيام الماضية فرصة يومين ثلاثة وتدخل سموه بوضوح ومن يعرف سمو ولي العهد الشيخ نوافل أحمد سمو نائب الأمير عن قرب يعرف أنه ما يحب يعطي فرص لنمو هذه الفتن نعم قال سمو نائب الأمير أن ما تشهده الساحة من مظاهر فوضى وعبث يمس بكيان الوطن تأتي في ظل نهماك أبنائها الأبطال في مواجهة وباء كورونا كيف تقرأ الرسالة بالربط اللي صار في الأزمات من ينهش الوطن خائن في الغزو من ينهش وطن خائن في مثل هذه الأزمة من ينهش وطن خائن فأنا أستشعر وكأن الخطاب يعني يحذر المنهم يعني المنغمسين في بعض الاتجاهات أن يحذرون لأنه ليس هذا الوقت المناسب لإيذاء الوطن الوطن قاعد يواجه أزمة كبيرة العالم كله يواجهها مو بس الكويت والكويت دولة صغيرة جدا في هذا العالم وإقتصادنا نحن عارفين شلو مبني فنحتاج شوية تركيز شدد سمو نائب الأمير على سيادة القانون ووجه السلطتين للعمل معا على محاربة الفساد في وقت أكد فيه متابعت الشخصية لبعض الملفات من وقع خبرتك ما هي توقعاتك من السلطتين شلو نفروض تكون واجبها أول شيء يعني يستوقفني أن سمو نائب الأمير أكد على المتابعة الشخصية لما يؤرضق الناس جزئية الفساد وأكد سموه أن الكل على قدم المساواة إن كان شيخ أو غير شيخ القانون واحد وكلنا مواطنين والمخطئ يعامل وفق القانون وسموه أكد ثقة في الحكومة وأكد ثقة في القضاء والأجهزة التابعة أو اللي ضمن يعني كنيابة غيرها كلها ضمن دائرة الثقة بالتالي مطلوب أن تكون هذه الجهات على أهبة الاستعداد للتنفيذ ومطلوب من البرلمان ومن الحكومة تزويد هذه الجهات بما ينقصها من تشريعات لتدارك أي نواقص وهذه الجزئية أعتقد اللي خطاب سموه نائب الأمير يقصدها أيضا حرص سموه للعاد في كل فقرة من كلمته على التأكيد بأن الشعب الكويتي هو حصن البلد فما هو المطلوب من الشعب هنا من وجهة نظرك شنو واجب علينا خطاب سموه كان واضح أن في مواد تؤثر على سمعة الكويت وصورتها وتداولها ما راح يفيد بقدر ما يضر ما لداعي تداولها مو من اللازم يعني في ظل وجود حكومة تكشف حالات الفساد وتحيلها ووجود تعهد من سمو نائب الأمير بالمتابعة الشخصية مو من الإيجابي أن طول الوقت نحاسب أنفسنا ونشعر أنفسنا أننا دولة فساد دولة فساد دولة فساد عندنا فساد أي نعم لا يمكن لكائن أن ينكر هذا وسمو نائب الأمير أكد كثيرا اليوم على موضوع الفساد بل أكد على جزئية هامة جدا اجتثاث الفساد يعني بعض السياسيين يقولك محاسبة الفاسدين المحاسبة قادمة بالقانون ولكن اجتثاث الفساد هو اللي يمنع نمو طبقات جديدة من الفاسدين مرحلة ولا مرحلة فأعتقد أننا احنا أمام مرحلة جادة مرحلة جازمة ومثل ما قلت لك سمو نائب الأمير ما أعتقد أنه باله طويل على الفتن ولا أعتقد أنه باله طويل على المماحكات السياسية وكرر يعني أو ذكر في خطابه أنه ترف التسويف من مرفوض المماحكات السياسية مرفوضة تسجيل النقاط تصفية الحسابات ممارسة الحرية الزائفة الفوضى والانقسام كلها ممارسات أكد سمو نائب الأمير أنها مرفوضة غير مقبولة بالتالي أنا أعتقد نلتقط أنفاسنا ككويتين شوية ونؤمن ببلدنا قليلا ونعطي الأمور فرصة وإن شاء الله أني متفائل شكرا لك أستاذ وليد يعطيك العافية الله يعافيت يا هلا شكرا لك شكرا لك